يتعظم نفوذ الميليشيات في العراق بشكل جنوني فقد أصبحت اليوم تشكل ما بات يعرف بالدولة الموازية أو العميقة التي تخشى الدولة بكل مؤسساتها من مواجهتها أو المساس بها وبزعمتها ويظهر تنامي نفوذ الميليشيات التخريبي يوما بعد يوم لا سيما بعد سلسلة من عمليات الاغتيال والخطف التي طالت شخصيات معروفة لكن لا أحد في أجهزة الحكومة بإمكانه أن يشير مجرد إشارة إلى المنفذين الذين باتوا يحظون بحصانة فوق القانونية وتبرز صحيفة واشنطن بوز في تقرير لاها سطوة تلك الميليشيات حيث تؤكد أن التحديد للجهة التي قاتلت الخبير الأبني هشام الهاشمي سيفجر الوضع السياسي في العراق بشكل كبير بعد أن تسبب في إحداث صدمة بصفوف الحكومة الحالية مشيرة إلى أن العديد من مستشاري مصطفى الكاظمي فوجئوا باغتيال الهاشمي على اعتبار أن أعمال العنف يمكن أن تصل إلى درجة قريبة من المحطين برئيس الوزراء وأن العملية كانت بمثابة رسالة سمعها الجميع وعلى الرغم من تعهد الكاظمي بكبح جماح الميليشيات تنقل الصحيفة عن أحد مستشاريه القول إن يدي رئيس الوزراء مكبلتان لأن فتح تحقيق شامل في عمليات الاغتيال هو ببساطة أمر خطير للغاية لأن الصحيفة تؤكد أن مساعدين السياسيين الكاظمي بدأوا يتساءلون بصوت عال أي مننا سيكون التالي في وقت امتنع كثير منهم عن الظهور في وسائل الإعلام وغادر أخرون بغداد والذين هم موجودون في الخارج أصلا قالوا إنهم لن يعودوا لفترة من الوقت وتؤكد واشنطن بوست أن مساعدين السياسيين للكاظمي ومراقبي حقوق الإنسان يشككون بشأن ما يمكن أن تصل إليه التحقيقات في عمليات الاغتيال لكن سياق الأحداث يثبت أن الدولة العراقية وقانونها بات مجرد حبر على ورق وأن تهديد الميليشيات التابعة لإيران لم يعد مقتصرا على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي بل بات يشكل تهديدا وجوديا للعراق ترجمة نانسي قنقر